أولاً أريد أعرف من خلال حضرتك شنو المبررات اللي تشوفوها مبررات الرفض القانون الأحوال الشخصية معمول به وأعتقد هو لم تنتج عنه خلة يعني معينة إنما بالفعل ربما يحتاج إلى بعض التحسينات أو التعديلات لكن إحنا بالقاعدة العامة إحنا دولة مواطنة يفترض أن ننشط دولة مواطنة بالتأكيد تقسيم المجتمع إلى سلطة مذاهب على جزية التفقية دكتور عباس على حساب السلطة القضائية هنا قضية تشكل خطرين هذا من جانب فصل السلطات أو جانب المحافظة على استقلالية القضاء بجانب آخر العملية التماسك الأسرة هنا رح نشهد أكو تفكك أسري أستاذ طلعت إذا تسمح لي أقاطعك بالتالي عند العقد القاضي يسأل الطرفين على أي مذهب تحب عقد لك وخلص الموضوع يتم بموافقة الطرفين والقوانين الميراث والتقسيم غيره كل من يتعامل مع القانون حسب المذهب المتبع إذن هو السؤال هنا توضيحك جيد إذن السؤال هنا طالما قانون رقم 188 راع هذه المسألة إذن لما الحاجة إلى إقرار تعديل في مسودة تثير لغط وتثير شكوك أن القضية يراد منها أنه تفتيت لحمة المجتمع العراقي بالتالي البناء الفوقي ليش تفسروها؟ لأن النظام الفوقي النظام السياسي المبني على المحاصصة يريد أن يكرس جذور هذه المحاصصة في العمق المجتماعي نحن نتحدث عن وحدة البلد نحن نتحدث عن وحدة عراقية نتحدث الآن جارة إيران الجمهورية الإسلامية إيران في قانون أحوالها الشخصية هل يسأل المتزوج أو المتزوجة على أي مذهب لا بالأول هو راح يشترط على القانون يتزوج على وفق القانون اشتركوا في القناة